ده أخبارنا النهاردة وأول خبر عندي من النادي الأهلي الأهلي داخل في مفاوضات مع خالد أمر أو بيفكر في خالد أمر مهاجم النادي اتحاد الشرطة أنتوا عارفين بقى يعني خدوا مننا شوية أخبار كده الفترة اللي جاية بخصوص انتقالات اللاعبين مش مش شرط لأنا بقولي للنادي الأهلي بيفوض أو بيفكر في خالد أمر يبقى حيشتريه أو خلاص الصفقة خلاص عشان برضو الناس بتاخد ساعة الكلام إن الموضوع انتهى لا يعني فيه أكتر من لعيب مطروح أكيد كل جهاز فني سواء أهل زمالك أي نادي في مصر أو خارج مصر فترة انتقالات يناير بيشوف احتياجاته نادي الأهلي محتاج مهاجم خصوصا بعد موضوع أحمد عبدالظاهر فقدامه مثلا قايمة كابتل محمد يوسف قدامه قايمة كده واحد اتنين تلاتة اربعة يعني مثلا حاضط أيمن حفني مكان محمد أبوتريكا لو محمد أبوتريكا هيعتزل في شهر يناير أو بعد بطولة كسل عالم الأندية فكل مدرب بيحط البدائل حسب الاحتياجات اللي هو عايزة أو حسب المراكز اللي هو عايزة فالنادي الأهلي عايز مهاجم حاضط أكتر من بديل منهم يعني إسلام صادق النهاردة جايب لي خبر بالنسبة لخالد أمر وبيقول أن فريق اتحاد الشرطة أو نادي اتحاد الشرطة طالب تلاتة مليون جنيه لطرق خالد أمر وفي نفس الوقت الإسماعيني برضو عايز خالد أمر أو بيفكر في خالد أمر أن بعد رحيل أحمد علي المهاجمين في النادي الإسماعيلي قليلين شوية يعني ما فيش دلوقتي غير جون أنتوي المهاجم الأفريقي في النادي الإسماعيلي معه اتنين صغيرين اللي هو محمودة اسمه لالا اللي هو المهاجم الصغير الناشئ اللي كابتن شاوي غريب يعني بينزله الفترات في المطشاط وفيه أعصام علي اللي هو كان مهاجم نادي كهربت إسماعيلية ونضم للنادي الإسماعيلي فالإسماعيلي والأهلي بيفكروا في خالد أمر مهاجم نادي اتحاد الشرطة وعلى فكرة مهاجم قوي ومهاجم مميز زي ما قلتلكم برضو الفترة